مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم مشاهدين الكرام اختر الله سبحانه وتعالى من بين كل هذه الألفاظ وكل هذه الكلمات كلمة اقرأ لتكون أولى كلمة تتنزل من القرآن الكريم اقرأ هو الشعاع الذي أنار الدنيا والآخرة مشاهدين الكرام لذلك اخترنا اسم اقرأ لبرنامجنا اقرأ مشاهدين الكرام أولياء الأمور العزاء أطفالنا الحلوين المؤتطين اقرأ لصغاري والكبار اقرأ لأطفالنا في الحضانة اقرأ للمرحلة الأولى الابتدائية صف الأول الابتدائي اقرأ لجميع المراحل الدراسية اذا فاتك التأسيس صح ما تأسستش صح تعالى لبرنامج اقرأ اذا كنت تخرجت في بعض الأخطاء في القراءة والكتابة تعال لبرنامج اقرأ اذا فاتك قطار التعليم وتريد أن تتعلم حتى وأنت كبير شاهد برنامج اقرأ قناة صح جمال مشكورة بإدارتها المحترمة وفرت وقتا لتعليم صغارنا وخاصة في ظل هذه الظروف ظروف كورونا وانا متأكد ان الاسف الشديد ان كل حاجة تنست الفترة اللي فاتت لكن برنامج اقرأ يذكرك بما نسيت او بما نسيت اي حاجة من الاتنين مشاهدين الكرام النهاردة اخر حرف من الحروف شوف عم عزب بيضحك ازاي لسه فاضل يا عم عزب اخر حرف اه بس ما خدناش اللام القمرية ولا اللام الشمسية ما خدناش التنوين ده في التأسيس الاولي للقراءة والكتابة هتقولي برضو يا عم عزب ان خلاص بعد اللام القمرية واللام الشمسية والتنوين خلاص كده هقولك لا انت تعلمت تقرأ وتكتب بس تعلمت تتملى صح فين قواعد الاملاء بعد ما خدت قواعد الإملاء فين اتأسستي في النحو كويس ما اتأسستي يا عم عزب فيعني أنا على قلبك على قلبك يا عم عزب تمام محمد كلاني طبعا يعني لسه جديد في اللغة العربية فبيحب برضو ايه يتعلم مننا مشاهدين الكرام ندخل بينا على طول ويلا بينا على حرف الياء يلا بينا بس قبل حرف الياء اقول لسادة المشاهدين اللي لسه اول يوم يتفرج علينا براحة الناس في اخر حرف ادخل على قناة صح وجمال على اليوتيوب هتلاقي قناة صح وجمال HBC عفوا هتلاقي برنامج اقرأ تشاهد كل حلقة من اول حرف الالف ان شاء الله هتتأسي الصح فيه كراسة شكل الحرف كراسة شكل الحرف ده نتعلم فيها ازاي نكتب او ازاي نرسم الحرف تمام كده ده اسمها كراسة شكل الحرف كراسة صوت الحرف نتعلم فيها ازاي نتعلم صوت الحرف بالفتح والكسر والضم والتنوين والحاجات دي تمام كده يبقى عندنا كراسة مهمين جدا لكن الاهم بقى الاملاء وليه الامر طبعا مش هعرف همليكو على الهوى وليه الامر عليه الموضوع ده تمام كده يلا بينا يا سيد محمد الكلاني على السبورة يلا بينا يلا بينا مشاهدين يا كرام النهاردة هناخد حرف الياء اسمه يا عم عزب حرف الياء حرف ايه حرف الياء تمام كده الياء يا حضرات ده اخر ناشي ناشي يا استاذ حرف الياء لابد نسطر الايه يا سيد محمد الكلاني لابد نسطر السبورة ليه دايما انا بعمل كده عشان نعلم اطفالنا وحبايبنا الحلوين المقطاطين يتعلموا يكتبوا على السطر ما ينزلوش ولا يطلعوا تمام كده يا عم عزب حرف الياء يا عم عزب يلا نكتب نتعلم ونكتب حرف الياء لو سمحت يا استاذنا البريفيو ممكن عشان العم عزب بس يشوف يلا يا حضرات يلا حرف الياء يا حضرات اهو تعالنا نتعلم حرف الياء نطلع كراسة شكل الحرف تمام وين نتعلم نتعلم ازاي نكتب حرف الياء بص يا عم عزب بسهولة جدا يلا بينا معايا عم عزب ده المقلوبة يا عم عزب ده الايه ها ده الايه ده المقلوبة تمام كده بص بقى وفي اخيرها كده تعمل ايه عارف الباق بس تحت السطر تعال بص 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 اهو يا راك يا عم عزب وما تنساش حاجة يا عم عزب النقطة تهين تمام كده امش عارف والله في اي حد جاي في سيرتي فعلا فينا اصدر تمام كده تاني تعلم حرف الياء كراسة شكل الحرف على صفحة اليمين نكتب الياء منفردا كده تاني يا عم عزب ادي ده المقلوبة اهيه تمام قبل النهاية كده بص بص اهيه تمام كده تمام يلا يلا بينا اهيه ده المقلوبة اهيه يلا اهي تاني ننزل كده اهيه تمام الله ينرأيه با ده المقلوبة ويبقى كده تحت بس تحت السطر تمام كده ده فين فين يا عم عزب في كراسة شكل ايه الحرف على صفحة اللي على يمين تمام كده تمام يلا حضرات ادي شكل الياء فاول الكلمة يلا كده حضرات اهو اهو ادي الياء فاول الكلمة الياء فاول الكلمة يلا حضرات حد يقول لي كده يعني عزب حد يقول لي يو كلمة او اول حرف الياء كده يلا حبيبها حلوين تعال نشوف كده ادي الياء اهيه فاول الكلمة اهيه يلا سادزة ادي يا حضرات ادي ياسير الياء فاول الكلمة اهيه يا حضرات تمام كده مش حد يعملها لي ياء وقفة كده شبيهها بالدال شبيهها كده اهو كيناها دال كده واهو تمام كده يا حضرات ادي حرف الياء فاول الكلمة طيب الياء في وسط الكلمة يا عم عزب زي ايه اهي تعال نشوفها كده اهو بص بص اهو ادي حرف الياء في وسط الكلمة فارد جناحه الاثنين فارد جناحاته الاثنين يلا حرف الياء في وسط الكلمة زي ايه مثلا كده حبيبها حلوين اهو الله ينور عليك برافو عليك خير او ممكن عين برافو عليك يا حبيب والديك هم وعين كذلك والله مش هزعلك اه لو في اي مداخلات ما فيش مشكلة خالص نهي ماشي خلاص ماشي تمام كده ادي الياء في وسط الكلمة هتقول لي يا استاذ محسن انت قلتلي ان الياء في وسط الياء في وسط الكلمة فارد جناحاتها الاثنين طيب في ياء تانية شكل تاني يلا زي ده بالضبط تماما بس في وسط الكلمة لو سبقوا حرف رفاص تعالي شوف كده عم عزب اهو مثلا ايام مثلا اهي ادي الياء اهي تمام كده ايام ايام يبقى حرف الياء يا عم عزب في وسط الكلمة له شكلين له ايه شكلين في وسط الكلمة لو ما سبقهوش حرف رفاص زي خيره وعينه ولو سبقوا حرف رفاص يا عم عزب زي ايام تمام كده حرف الياء في وسط الكلمة لشكلين طيب حرف الياء في اخر الكلمة يا عم عزب زي ايه تعالي نشوفه كده الاول اهو حرف الياء اهو اهو ادي الياء في اخر الكلمة اهو الياء فين في اخر الكلمة لو ما سبقهوش حرف رفاص شوف بقى انت انسيت ازاي جندي دي لو سبقه حرف رفاص تعال نشوف كده الله لا مصري كذلك برضو في الاخير ده مش في المصري الراء سبق الياء فرفاصة الياء تمام كده زي مثلا ايه مثلا هنقول مثلا ادي مثلا فلسطيني شوف النوم بقى اهي فلسطيني تمام كده شايفين كده اوسعها دعني ايه يلا يا سادزة معايا شوف اللياء يلا يا سادزة يلا يا سادزة اهو فلسطيني تمام كده ادي لياء في اخر الكلمة اهي ماشي هكبرها لكم برضو تاني لا اكتبها تاني عشان الناس تشوفها كويس اهي ادي هي كلمة كبيرة معلش مش يامد يا حضرات دي مش يامد تمام كده جزائري ماشي ماشي فلسطيني ليبي تونسي تركي تمام كده مغربي فلسطيني تمام كده اوه حد يقول لي ان الياء الاخير ردت مد طالما تحط عليها تشكيل كفتحة كسرة ضمة يبقى مش مد فلسطيني ادي الياء في اخر الكلمة لو ما سبقهاش حرف رفاص طب لو سبقه حرف رفاص يا عم عزب زي كده كده نكتبها ازاي اهي بصوا عم عزب دا لهيه في اخر الكلمة بص 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 اه اهي ادي الياء في اخر الكلمة تمام كده زي مصري اهي مص شوفي الياء في اخر الكلمة لو سبقه حرف رفاص اهي ادي دا المقلوب اهي تمام كده اهي مصري اهي تمام كده حضرات الياء في اخر الكلمة لو سبقه حرف رفاص حيث يبقى كده تعلمنا شكل الحرف لو في أول الكلمة زي ياسر هذه شكل حرف اليأف في أول الكلمة حرف اليأف وصف الكلمة لها شكلين لو ما سبقاش حرف رفاص زي خيره وعينه لو سبق حرف رفاص وصف الكلمة أيامه طيب لو اليأف في آخر الكلمة يا أستاذ لو ما سبقاش حرف رفاص ما سكفي اللي قدامها زي فلسطيني ليبي تركي تمام كده لو سبق حرف رفاص في آخر الكلمة زي مصري وجندي تمام كده تمام نقل وليه الأمر خلي الأبناء الأولاد يكتبوا الحاجات دي ماشي يكتبوا الحاجات دي يا أستاذة تمام ياسر وخير ماشي ويكتبوا الكلمات دي علشان الإملاء يلا يلا بينا تخلصنا كده شكل حرف اليأ يلا يا سدزة خلصت وخلص اكتبوا ورايا كل حاجة وليه الأمر ياريت 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 عفوا يا حضرات معلشي مش عارف فيه النهاردة صوتي زهر أن السيدة عبدالله الشريف قبلت باين قال لي دعالي وأنا داخل فطبعا السيدة عبدالله دي هو السبب الرئيسي في الشكل الحرف أنه طلع بهذا الشكل يلا مش مشكلة مشاهدين الكرام هنأكل دلوقتي صوت الحرف نشيل كراسة شكل الحرف وناخد كراسة صوت الحرف كراسة إيه يا حضرات قول معايا كده يا محمد يكلاني مجي صوت الحرف صوت الإيه الحرف يعني صوت الحرف يا أستاذ يعني حركة القصيرة حركة طويلة تمام كده وحنتعرف على صوت حرف الياء بعد الفاصل فاصل ونواصل مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل القصير ونكملين مع بعض حرف الياء صوت حرف الياء يلا بينا يلا بينا اسمه يا عم عزب ياء ما ينفعش أقول ياء اسمه ياء ياء اسمه إيه ياء ما ينفعش أقول مثلا ياصر ياصر لا ياء بابتسم وأنا بقوله حرف الياء من الحروف المراققة دائما دائما وأبدا تمام كده ياسر يامني تمام يعمل خلاص كده يزرع يلا ياشرب زي ما عمزا ما أقول كده طيب الحركات القصيرة لحرف الياء الحركات قصيرة حضرات يعني فتحة كسرة ضم قصيرة صوت الحرف فيه بضعيف قصير ياء الحركات صوتها أصير يلا بينا كده ياء فتحة ياء 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 فتحة ياء 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 فتحة ياء ياء كسرة ي ياء ضم يو يبقى الحركات القصيرة يا عم عزب الفتحة والكسرة والضم تمام كده ياء فتحة ياء ياء كسرة ي ياء ضم يو عايزين مثال كده يا عم عزب علياء المفتوحة زي ايه كده حضرات نسألين دلوقتي تمام هادليا اهي ياء 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 يازرع برافو عليك يا عم عزب ياز ر ع ع ما ترحش لابنك وتقول له اكتب حبيبي يازرع الواد مش عارف يكتب طلطم حضراتك بقى وتصعيط طلطم ابني مش هتعلمش ابني تعال لا في البداية حضرات تمليه حرف حرف بالتهج تقول له ياء فتحة ياء وتقول له فاكري حبيبي لياء اللي فأول كلمة تكتب ازاي تقول له كده ياء فتحة ياء زي ساكنة ما ينفعش أنطاها لوحدها ياز ياز ر فتحة ر يبا ياز ر ياز ر ياز ر عين ضم عو عين ضم عو يبا ياز ر عو تستهجل ابنك بهذه الطريقة الطريقة الهجاء لابد تستهجل ابنك علشان يعرف يتملى في البداية علشان يتعود على كده يبا ياء فتحة ياز ر عو تب ياء كسرى حبيبي يا حلوين يالله كده محمد يا كلاني ياء كسرى قولي مثال عليها كده لا يثرب ياء فتحة يثرب ياء فتحة ماشي أما الياء المكسورة يأتحتها كسرى حبيبي ماشي زي يالله كده لا 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 يالله كلاني مش معايا ليه الله ينور عليك يا حبيب والديك كلمة صعبة عليك بس مش عالف انت لفتحة ازاي اهي مو موحاء شوف شوفوا مش عالف انا كده بتأزرق ليه في الحاء تمام كده الظاهر ان لحمة العيد عاملة شغل يالله يالله حبيبي يا حلوين اهو موحاء شوف بقى الياء المكسورة اهي موحاء ي دو الله ينور عليك يا حبيب والديك موحاء يدو ومصايف جمع مصيف موحاء يدو ما تراشد الابنة اللي ابنك كده اكتب محايده ولا مصايفه اهي تمام كده ادي الياء المكسورة اهي وادي الفاء ما تراشد الابنك وتقول له اكتب مصايف لا اقول له مين فتحة يا عم عزباهي مين فتحة ماء صاد فتحة صا صاد بعدها مد بالالف صا يبقى مصا ياء في وسط الكلمة اهي ياء كاسره يي اوع ابنك ما يرفص الياء الالف اهو فيه الف مده اهو رفص الياء وليه حبيبي الالف بترفص الياء ما ينفعش تمسك في بعضها يبقى مصا يي فاء ضمه فو مصا يي فو تمام كده تمام مشاهدين الكرام ياء ضمه يو ياء ضمه يو ياء ضمه يو طيب عايزين مثال على الياء الضم كده حبيبي حلوين الله ينور عليك ادي يسرى ويسري برافو عليك هم ويثمروا الله ينور عليك اهو يس ميروا تمام كده ادي الياء هنا حبيبي هاي ضمه ما تروحش تقول له يثمر او يسري او يسرية تمام كده او يسرى لا قل له ياء ضمه يو ياء ضمه يو ياء ضمه يو ثاء ساكنه يث يس مي كسره مي يبقى يس مي رأ ضمه رو يس ميرو يس ميرو تمام كده حضرات في يسرية في يسرى تمام كده طيب يأ فتحة يأ زي يز رعو يأ كسره يي زي محايدو زي مصايفو يأ ضمه يو زي يث ميرو تمام كده حضرات طيب داس ما حركته يا حبيبي حركة قصيرة برافو عليك يا حبيب والدك عايزين بقى الحركات الطويلة بقى اليأ هي تاني عيدها تاني هي ادي اليأ فتحة هي يأ فتحة يأ يأ كسره يي يأ ضمه يو طيب الحركات القصيرة دي يا أستاذ محمد يا كلياني الحركات القصيرة دي عايزيني طويلها شوية تمام كده لحركات القصيرة الحركات القصيرة دي عامنا زي كده قصير أما الحركات الطويلة زينا تمام كده طيب زي ايه كده حبيبي زي الناس القصيرة مش انت تمام كده يأ فتحة يأ عايزيني مدهن مدهن بايه الفتحة دي تتمد تتمد بايه يلا يلا كده حبيبي الله ينور عليك تتمد بالآلف ليه بقى تتمد بالآلف عشان الفتحة بتحب يمد بالآلف ما ينفعش تتمد باليأ ولا ينفع تتمد بالباب تمام كده تمام كده حضر ايه يأ فتحة يأ طيب لو بعدها مد بالآلف يا يا حبيبي ها يأ لحظة واحدة ما يستاقلش يأ فتحة يأ يأ بعدها مد بالآلف يأ والناس اللي بتقرأ قرآن المد ده اسمه مد طبيعي بمخضر حركتين تمام كده يأ تمام يأ فتحة يأ بعدها مد بالآلف يا تتم عاوزين مثال على المد بالآلف ليأ بعد ليأ كده برافو عليك يا حبيب ولديك ايوة كده اهو ياسر برافو عليك يا حبيب ولديك اهو آدلياء بعدها مد بالآلف يا سين تمام كده عشان ما سهيه عشان عم عظم ما يسعلش تمام كده ياء بعدها منذ الأعلف؟ ياء سين كسره؟ سي يبقى ياء سي رأضمه؟ رو ياء سي رو ياء سي رو ولابد تستهجى تتهجى الهجاء لأبنائك الهجاء لأبنائك يا حضرون تمام كده؟ ياء سي رو تمام كده؟ ياء كسرها معذب؟ يي تبعا عايزيني مد الياء دي همدها بإيه؟ بص بق واحدة واحدة الياء كسره؟ يي واحد بقول لي هو الياء دي هتتمد بالياء إزاي همتدها بالياء؟ في ناس كتير مش عارفة أيها بتتمد بالياء عادي الياء تعمل تحتها كسره؟ مش مد فوقها فتحة مش مد فوقها ضمها مش مد أما ليه المد يا أستاذ؟ اللي معلاش أي تشكيل المد ما بيتشكلش المد ما بيه؟ تعال نشوف كده حبيب كده نشوف بقى الأستاذ العمال يقالف لنا ده آهو بعدها بايه؟ الأول الأول حبيب نشوف مد بالياء آهو بص بص آهو يي أهي ولها شكل ثاني يا حبيب يا حلوين يا مقطاطين آهو آهو تمام كده؟ المد بالياء ليه شكلين آهو ياء بعدها مد بالياء يي ياء بعدها مد بالياء يي زي إيه كده يا أستاذ؟ لا يحيا لا يحيا ما فيش مد بالياء تمام كده؟ موحي يماشي آهو موحي يهوي عم ولا تزع آهو شوف بقى شوف بقى اللياء بعدها مد بالياء شوف نبص يا أم عزب آهو موح إيه إيه رأيك؟ هم؟ إيه رأيك أم عزب آدي لياء وبعدها مد بالياء وفي حاجة تانية وفي كلمات تانية فيها مد بالياء في وسط الكلمة ده مد بالياء فاخر الكلمة الله ينور عليك إيه اللي أستاذ محمد النهاردة مبدأ؟ آهو يلا حضراته آهو ملاء شوف اليايين آهو 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 يا أم عزب ملايين إيه رأيك يا أم عزب عشان بنحلم بالملايين تمام كده؟ ملايين آهو جمع مليون تمام كده؟ آهو خلاص كده يا أم عزب آدي مد بالياء ليه شكلين؟ شكل في نص الكلمة وشكل فين؟ في آخر الكلمة محي آدي المد بالياء فين؟ في آخر الكلمة هو ملايين مد بالياء في وسط الكلمة عشان الناس ما تعرف تكتبه في ناس هتغلط في الياء بتاعت محي وتعمل يايين جمع بعض كده وخلاص لا آهو ياء في آخر الكلمة هو المد بالياء في آخر الكلمة أو الياء في آخر الكلمة والياء في وسط الكلمة هي تمام كده عم عزب؟ تمام. يأضمة؟ يو. يأضمة؟ حنم يدهب ايه عم عزب دي بقى؟ يأضمة دي. ها؟ الله ينور عليك يا حبيب والدك. الضمة بتحب مد بالواو. ومد بالواو بيحب الضمة. يالله حبيبا حلوين كده زي ايها؟ يأضمة يو. بعدها مد بالواو؟ يو. تبقى حاوزين منسال يا أستاذ علياء اللي بعدها مد بالواو. تعال حبيبا حلوين يام اطاطين. بصوا بصوا بصوا. سيدنا يوسف اهو. يو. يوسف اهي. بصوا حضرات اهي. يو. سوف. يا بعدها مد بالواو. يو. سين ضمة. سو. يو. سو. مش يو سي. ها؟ يو سو. يوسف السين مضموعة. ها؟ سين ضمة. سو. يو. سو. فا ضمة. فو. يو. سو. فو. تمام كده؟ كده اخذنا حبيبا حلوين. زي طيور. وها مش هزعلك والله. اهو. مش هزعلك. تا ضمة طو. شوف اللي بعدها مد بالواو؟ اهي. طيو. رو. تمام كده؟ تا ضمة طو. اللي بعدها مد بالواو؟ يو. طيو. را ضمة. رو. طيو. رو. كده يا معذب؟ خدنا من الاول خلص كده سريعا كده. عشاننا نراجع الحركات القصيرة والطويلة. يا. فتحة. يا. زي يزرع. يا. كسرة. يي. زي محايد ومصايف. يا. ضمة. يو. زي يثمر. يسرية. يسرى. يا. بعدها مد بالألف. يا. زي ياسر. زي ياسين. يا. كسرة. يي. بعدها مد باليا. يي. زي محي. ملايين. يا. ضمة. يو. بعدها مد بالواو؟ يو. زي يوسف وطيوره. كده خدنا الحركات القصيرة والحركات الاي عم عزب؟ الطويلة. كتبنا الكلمات. يلا بينا على الايه؟ عالسكون. احنا خدنا حركات قصيرة وخدنا حركات طويلة يا عم عزب. يبقى باقي الايه؟ السكون. النهاردة مش حاسس بجلجلة في الكنترول لي مش عارف. لا انا عايز تبقى متواجدين كل لحظة. ليه بقى؟ عشان الطلبة اللي بقى رايحسوا انه فيه فعلا درس شغال فعلا. ولا ايه رأي حضرتك؟ عاوز تفاعل وانفعال. ايه رأيك تفاعل وانفعال دي جميلة؟ تمام. خدنا الحركات القصيرة اللي هي يا يي يو. خدنا الحركات الطويلة يا يي يو. بقى السكون بقى. يلا عم عزب كده انطق كده؟ اه دي الياء اهي. لاحظة لاحظة. ياء الساكينة نعرف انطقل وحدها عم عزب؟ عم عزب. ليه؟ الياء الساكينة نعرفش انطقل وحدها ليه عم عزب؟ ايه. الياء الساكينة ما ينفعش انطقل وحدها لابد اجيب لها هي الحرف بس. لا قدامها با مش هراها. قدامها حرف مش وراءه حرف. أم يسبق حرفتي. الحرف الساكن حرفي ضعيف. لابد اجيب حرفه علشان يسنده. حرف الساكن زالراجل العجوز. زالراجل ايه؟ العجوز ما يبدأش يهدي الشارع الا حد يسنده. او يعني بيسند على العكس بتاعه. تمام كده نفس الحكاية لحرف الساكن حرف ضعيف نقول حرف الساكن ما ينفعش فاولي الكلمة اللغة العربية لأستاذ أحمد حافظ الشرقية وادة بالشرقية أستاذ أحمد حافظ مبادع النهاردة ومتابع معايا جيد كل ده عشان إيه عشان يعلم أبنائه ويعلم نفسه ما بتحركش ما بتكسفش ما بقولش الله أنا صغير أنا كبير وأنا كذا ما بش هتعلم لا بيفضل منصد في الكنترول عشان يتعلم حاجة تحية لأستاذ أحمد حافظ يأس ساكنة حضرات أستاذ أحمد حافظ قال يأس سكون ما بجيش في اللغة العربية ما بتبدأش بساكن ده شيء ممتاز تمام كده وحاجة أضفها جديد أي يأس ساكنة ما بفعش أنطقل وحدها طب عارة كده وحدة وحدة يا أستاذ كلاني أي أي ماشي طب لو إيه أي لو أوي وكذلك أيه الحروف خي خي خوي بي 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 تمام كده الحرف الساكن حرف ضعيف ما ينفعش أنطقل وحده لابد يسبقوا حرف لو ألف ما يبقى أي لو بقت بقى بي لو تقت بقى تي لو سقت بقى سي تمام كده تمام كده لو مش عارف تنطق جرب الحركات كلها علي طب عاوزين مثال كده يا أستاذ علياء الساكنة كده يا حضرات يلا كده بصوا بصوا آه أول حاجة هي يلا أي ألف فتحة آ يأسا كنة أي هيا شوف نكمل بقى تمام كده حضرات آه ألف همزة فتحة آ يأسا كنة ما ينفعش أنطقها لوحدها تبقى أي من فتحة ما أي ما ننضم نو أي ما نو تستهجى الولي الأمر يستهجى الابن بهذه الطريقة عشان الإملة أي ما نو عاوزين مثال تاني كده هم يلا هنشوف ميلا حيعرف أنطقها يلا واحد حيقول إيه مش عارف أنطقها يقول إيه خيار لا يقولك خيار لا ليعيز ساكنة ما تنطقش لوحدها أبدا تبقى أعرف إذا مش عارف أنطقها يا أستاذ أقول له خد الحرف من الأول خلصنا أقولها إيه خد الحروف من الأول معنا اتصال أم عبد الرحمن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام حضر كل سلام طيبة وحضرتك طيب جزاك الله كل خير والله عم بتتأمينه معنا والله وإياكم بنستفاد والله منك ربنا أكلمك بس أنا عم بك سرح لو سمع فضالي نراحب بجميع الأقتراحات لو سمحت لا عايزين بنامج زي حضرتك كده إنجليزة عسنا إحنا كأولاق الأمور بنتعلم منه عسنا علم أولاد لا بنامج لإيه بتأسيس برض بنامج لإيه إنجليزي طب ماشي هكلم من أستاذ الوليدي إن شاء الله تعالى يعني يشترك معنا ويعني وهكلم إن شاء الله مدير البرامج للأستاذ جمال عب عظيم وهكلم الإدارة برضو في اللغة الإنجليزية فعلاً إحنا محتاجين تأسيس في كل حاجة والله أيوة طب يعني ما قلتش نحو إحنا إحنا متعلم منك أنا متابعة حضرتك اللهيك طب إحنا هنخلص كلها حلقتين ثلاثة ونخلص التأسيس في قراءة ولكده مش عاوزة تأسيس في النحو تأسيس نحو نحو عشان تعرفي أيوة أيوة أنا متابعة حضرتك من عارف طب أنا بقولنا حضرتك إحنا عزين إنجليزي كمان حاضر منها حتلم الإدارة وخاصص حلقة للغة العربية وحلقة للغة الإنجليزية حاضرة منها الاثنين أيوة آه حاضر منها الاثنين ماشي متشكرين جدا يا أستاذ متشكرين جدا إحنا نقول يا حضرات زي قلنا الياء الساكنة من فشن طالح ده زي أي منو والياء هنا حد ينطأ هل لي كده يا حضرات؟ حد كده؟ لأ للأسف ما مش عارف يقراها بص 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 حبيبي بص وحدة وحدة بس بص لي أنا عارف أنت مش عارف تنطأ أنا عارف حرب جبالك وحدة وحدة خدها من الأول حرف خلص لو آه أي ها؟ أي أوي باي بي بوي ساي سي ولحد ما توصل إلى إليه؟ الخاء جاي جي كده لو خاء خاي أيوة هي دي تخدها حركات من الأول خلص نهاية عشان تعرف تقولها تقول إيه؟ أي أي أوي باي بي بوي جاي جي جوي حي 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 هي أم جان أنا السلام عليكم السلائم أنا سلام بحضرتك ممكن بس أستاذينك بس نواطع تلفزيون شويتين أيber نواطع تلفزيون استاذينك يعني واطع تلفزيون شوية يا سهلة نواطع تلفزيون شوية عشان تسمعيني بس من التلفزيون من التليفون نشاهد التلفزيون بعنينわ ونسمع في التلفون بودن السلام عليكم. ايه ام جانا فين جانا فين جانا ام جانا. عايزك تبدأ من الاول يا عزيز محمد. محمد مين? هي تانا راحة ثانية بس عايزك تبدأ من احنا سفر في الحلقة دلوقتي. طب حاضر ماشي. نبدأ من الاول بس نبدأ من الاول حرف الياه ونبدأ من اول حرف الالف. من اول حرف الالف. والله في فكرة كويسة اوي. في على على قناة قناة الصحة والجمال. قناة الصحة والجمال. يوتيوب. من اول حرف الالف لحد حرف الياه. حضرتك. وكمان هنكلم السوشيال كمان يقطع المناطق يعني ايه. القطع التعليمية فقط. يعني يشتيب التيفونات ويشتيب كل حاجة. واكلم السوشيال. شكرين جدا. هنخليه يقطع. يقطع الحاجات دي على السوشيال ميديا في قناة الصحة والجمال. وان شاء الله تعالى هتستفيده. يعني هتحسي فعلا اني هتأسسي ابنك صحة. معنا مكالمة. السلام عليكم. استاذ اسماء. معلوم السلام ورحمة الله وبركاته. امور يا فنة. اهلو. اهلو سلام. اهلو سلام. اهلو سلام. اهلو سلام. اهلو سلام. تب ممكن نوطي تلفزيون شوية. وعوزين بقى ابناء صغيرة كده عشان يتعلموا حاج. اهلو. تب نوطي تلفزيون شوية ممكن. اهلو. يا استاذ نوطي تلفزيون. اهلو فندم. اني شوك يا حاض. بص يا سادزة لحد ما يجي تلفزيون تاني. خيرو. خاء فتحة. خاء. يا ساكنة. خير. رأضم رو. خيرو. طيب. معنى اسماء. فصلة اسماء. تمام. خلاص كده. ايه. مثال على السكون. عاوزين بقى مثال يا حضرات. على الايه. على الشدة. على ايه يا حضرات. اه. على ايه يا معزب. على الشدة. يعني ايه شدة يا استاذ كيلاني. برافو عليك يا حبيب والدك. والله بدأت يا استاذ كيلاني. ايه ده. حصتين بس يعملوا في كده. بسم الله يا ما شاء الله. والله انا مصد جدا. يعني مصد قوي. ووسط قوي اللي انت معانا النهاردة. يلا يا حضرات كده. يعني ايه حرف المشدد. يلا يا عام عزب. يعني ايه. ادي الياء اهي. دالة اهي. ادي الدالة اهي. وما ما نفحش برضو. الياء المشددة يا حبيبي. الياء المشددة كده. معنا انا استاذ اسماء. استلام عليك. معلكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ محسن. ازاك يا استاذ. ازاك حضرتك. حضرتك. انا معي. ابنتي دخلت ان اولا بس دقيقة. اعزنا في اسسها. انا مش عاف ااسسها ازاي. حضرتك لو متابعانا من اول حلقة في برنامج اقرأ. او. اه. فعلا احنا من اسس هنا في قناة صح وجمال وبرنامج اقرأ من اسس صح. ايه. لو تفرقت علينا من اول حلقة كنت دلوقتي يعني بنتك بقت مية مية دلوقتي. احنا حضرتك الحلقات على صفحة القناة على اليوتيوب. ايه. وهتلاقي من اول حرف الياء. من اول حرف الالف حتى حرف الياء. كلك حاجة في التأسيس موجودة. تمام كده? طب ادخل على برنامج ايه? ايه. ايه. تبقي قناة صح وجمال اتش بي سي. ايه. برنامج اقرأ. ايه. شكرا جدا. مع السلامة يا فني. مع السلامة. الياء المشددة يا حضرات. نعرف الانطاقة كده لوحدها? لأ طبعا هي كزلك برضو عشان. الياء المشددة دي يعني اتنين. حرف مشدد يعني اتنين. يعني من طبعا كم مرة? مرة. مرة تين. تمام كده? ايه. ادي الياء اهي. ده وحشة كده. وحشة او كده. يلا. ادي الياء حضرات ايه? اهي. ده الا اهي برضو ايه? واهي. تمام? ادي الياء ساكنة. ولياء التانية ايه? الله نور عليك. الياء التانية متحركة. لو شده وفتحة. يبقى سكونه ايه? وسكونه وفتحة. طبعا لو شده وكسره. هم? شده وكسره. يبقى سكونه ايه? يبقى سكون وكسره. سكونه ايه? يلا. سكونه ايه? وكسره. طبعا لو شده وضمه. لو شده وضمه حضرات. هم? شده وضمه ايه? يلا. يلا يا سيد نصر عشان نصر بتعلم جديد. يلا حبيبي يا حلوين. يا شده وضمه. يبقى اتنين. ننطقها ايه? هم? سكون. وايه تاني يا حبيبي يا حلوين? وضمه. تمام كده? طيب. الحرف المشدد احنا قلنا اتنين. هم? قول كده يا ام عزب. هم? ده بلو ا. اي. يا. تب لو شده وكسره. اي. تب لو شده وضمه. ايه. يبقى واحدة 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 واحدة. الحرف المشدد يعني اتنين. اليا المشدده يا حضرات اتنين. شده وفتحه سكونه وفتحه. شده وكسره سكونه وكسره. شده وضمه. سكون وضمه. ايه. 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 بيه. بيه. كده. فيه. 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 تمام كده حضرات؟ تب عاوزين مثال على اللا. علياء المشدده كده حضرات. هم? زي ايه. ايه. حد ينطقني دي الكلمة دي جده. ياء مشدده اه. يلا حضرات. ياء مشدده. هم? حد معايا في الياء المشدده. الله ينور عليك. الف همزة فتحة. ا. ياء شده وفتحة. ايا. بعدها ما ده بالالف. ايا. ميه مضمه? مو. ايا. مو. تمام كده؟ وقل لابنك كده. تعالا نقطع بقى الكلمة دي كده. هم? نحللها للمخاطع صوتية. سريعا سريعا كده اخر حاجة كده بنعملها النهاردة. اهي. نحل الكلمة دي المخاطع صوتية عام عزب. يلا اقول كده. الحرف المتحرك لوحده. ماشي. والساكن مع اللي ايه? مع اللي قدام. تعالا كده. اه. اي. بس اصدقى منطقها ازاي؟ انطق كده عام عزب. اي. في ياء تانية. بعد السكون يقطع على طول. هذه الياء التانية هي. مش شده وفتحة. يعني سكون وايه؟ الياء دي اتنين. ياء سكون وياء ايه؟ فتحة. اي. في بعدها ما دي بالالف. اياء. ودي المي ما هي؟ لوحدها. شوف كده عام عزب. اي. يا. مو. تمام كده عام عزب؟ تمام. يلا نكتب كلمة ثانية. نكتب كلمة ثانية ما مش مشكلة. اه. ولا تزعل والله. اه. حد ينطق للكلمة دي يا حضرات. يلا كده. يلا يا نصر ينطق للكلمة دي كده يا نصر. سيم فتحة سا. سيم فتحة سا. يأشد دو فتحة سي يا. بدأ من دو الالف. سي يا. را فتحة را. يبقى سي يا را تو. تمام كده؟ لابد ولي الأمر لابد نستهجى الكلمات. لابد نستهجى الكلمات يا حضرات. ولي الأمر. ياخد باله من الحرف الياء. حرف الياء وحرف الالف وحرف الوا وبلغبط الطفل. ممكن. يلا نختم بالشبكة. يلا نختم بالشبكة. يلا حرف الياء. يلا حضرات انا شوفها. هذه خرف الياء. حرف الياء ده يا حضرات. حرف الياء دهажة لو را مين علي الشبكة يا عزب؟ سمك؟ ما تقول هاجيب حركات حرف الياء القصيرة ياء فتحة ياء ياء كسرة ياء ضمة وحتجيب الحركات الطويلة ياء يلا يي نعم يو يلا حضرات وحاجيب ايه كمان حاجيب السكون ألف همزة فتحة ياء ساكنة أي بي وحاجيب الشدة كمان الياء المشددة زي أي ياء يالله يالله حضرات يالله عم عزب الياء رمينا عليها الحركات حرف الياء ياء فتحة ياء ياء كسرة ياء ضمة يو ياء بعدها مدول آلف ياء ياء بعدها مدول ياء يي ياء بعدها مدول يو يو الياء ساكنة عرف مطلح ده عم عزب ما ينفعش انطقها لوحدها أي بي خي تمام كده ولياء المشددة كذلك أي في قيا زي قيوم مثلا تمام كده حضرات بكده للأسف الشديد حلقتنا انتهت للأسف الشديد ولسه احنا كده خلصنا الحروب بس باعي اللام القمرية واللام الشمسية تمام كده عشان عم عزب بيضحق وبفصوط او ان ايه ان خلصنا لا نسفوط اللام القمرية واللام الشمسية والتنوين وكده خلصنا مرحلة التأسيس القراءة والكتابة بعد كده ان شاء الله في تأسيس بفين في قواعد الاملاء وقواعد النعم تمام كده بس احنا نخلص الأول المرحلة دي فضل حلقتين ان شاء الله وتعالى نخلصهم وببقى خلصنا مرحلة تأسيس القراءة والكتابة مشاهدين يا كرام قبل ما اختم اقول لكم ان اقرأ للصغار والكبار اقرأ عايز تأسس ابنك صح شاهد برنامج اقرأ عايز تعلم ابنك صح شاهد برنامج اقرأ لو انت عايز تقرأ في المصحف كويس شاهد برنامج اقرأ لو فتك قطر التعليم وعايز تتعلم من جديد شاهد برنامج اقرأ اشكر جميع زملائي وخاصة عم عزب وجميع الزملاء في الكنترول واشكر لضر الموقرة ان هي اتحب فرصة لحنا نعلم اولادنا وشاهدين يا كرام اشكركم لحسن متابعتكم وإلى انا نلتقي بكم غدا ان شاء الله تعالى لنكمل مرحلة التأسيس اترككم في رأة الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته